بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك مع سيلتكم واستفساراتكم وضيفنا هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المجتمعين يقول الأخ السائل أرجو أن تقف مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه صلى الله وسلم على نبينا محمد في هذه الآية يخبر تعالى عن هؤلاء المؤمنين الذين قالوا ربنا ربنا الله ثم استقاموا على هذه الكلمة فحققوها فلم يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى فأخلصوا له العبادة والدين تقربوا إليه بالطاعة فبين الله جزاءهم تتنزل عليهم الملائكة ملائكة الرحمة وذلك عند الوفاة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا يعني مما أنتم مقبلون عليه الله ولا تحزنوا على الدنيا وما فاتكم فيها من الأموال والأولاد لا تخافوا على مستقبلكم ولا تحزنوا على ما تركتموه فما عند الله خير لكم وأبقى وأبشروا بالجنة بشرهم الله بالجنة لتطمئن نفوسهم وقلوبهم وقلوبهم تقر أعينهم بما بشرهم الله به والبشارة هي خبر يظهر أثره على البشرة يظهر أثره على البشرة بالسرور والفرح التي كنتم توعدون من الله سبحانه وتعالى على أعمالكم الصالحة أبشروا بها لأن وقت العمل انتهى في الدنيا وفي الآخرة الجنة للمتقين والنار للكابرين أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ثم قالوا نحن أولياؤكم نتولى أمركم نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون وكل ما طلبوه فإنه يحضر لهم نزلا من غفور رحيم النزل هو الضيافة هذه ضيافتهم عند الله سبحانه وتعالى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فشرهم الله بها عند الوفاة لتطمئن قلوبهم وترتاح نفوسهم ما هم قادمون عليه أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا توعدونها في الدنيا ولكم فيها ما تدعي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون من الملذات والسرور إنه حاضر قريب منكم نزلا من غفور الرحيم ثم قال جل وعلا ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله قالوا نزلت هذه الآية في المؤذنين ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فالدعوة لا تكفي وحدها بل لا بد من العمل وقال إنني من المسلمين انتسب إلى المسلمين تبرأ من الكاظرين نعم جزاكم الله خير الشيخ نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد أن يبعد بالرسائل النصية وتليفون البرنامج يظهر على الشاشة قريبا لمن أراد إرسال الرسائل النصية راجينا أن تكون الأسئلة مختصرة ومفيدة كي نتمكن من عرض مجموعة من هذه الأسئلة على سماحة الشيخ العلم صالح الفوزان فضيلة الشيخ أيهما أكثر في الأجر الآذان المؤذن أو الإمامة كلاهما له ثواب عظيم وله أجر ولكن الظاهر أن الأذان أكثر أجرا من هذه الآية الكريمة وعمر بن الخطاب يقول لو لا الخلافة لا أذنت لما في الأذان من الفضل العظيم يشهد له كل من سمعه من يابس ورطب وجن وإنس نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يسأل هذا عن حديث الأرواح جنود مجندة وما معناه الأرواح جنود مجندة بمعنى أنها يأله بعضها بعضا فأرواح المتقين والمؤمنين ترتاح إلى ما يشابهها من أرواح المتقين وترتاح معهم حند اللقاء بهم وأرواح الأشقياء تأنس بالأشقياء وبالكفار والعياذ بالله ويكون مصيرهم إلى النار نعم له سؤال آخر يقول بقرأة شك بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الجريان هذا هل هو حسي أم معنوي حسي يجري من ابن آدم مجرى الدم بمعنى أنه يخالط الإنسان أن الشيطان يخالط الإنسان كما يخالطه الدم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول لي أنا ملازم لقريب لي في المستشفى ومرافق له لأنه عزيز علي ومتعلق بي ويقول لا تذهب للمسجد لصلاة لصلاة الفريضة فيأمرني أن أصلي عنده يقول حتى أستأنس بك وأحتاجك هل أترك ذلك إذا كان يحتاج إليك في أموره وخدمته فإنك تبقى عنده ولا تذهب إلى المسجد هذا أفضل من الذهاب إلى المسجد نعم يقول في الآية وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ هذه الآية الشيخ ومن هو ذنون ذنون هو يونس عليه السلام ذنون هو نبي الله يونس عليه السلام وقد توعد قومه بالعذاب اللم يؤمنوا ويتوبوا إلى الله ولكن تأخر العذاب عنهم تأخر عنهم العذاب فذهب مغاضبا مغاضبا لقومه ثم ابتلعه الحوت ابتلعه الحوت فنادى في الظلمات وقع في ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت نادى ربه في الظلمات مستغيثا به لا إله إلا أنت لا معبود بحق سواك إني كنت من الظالمين ترف بما حصل منه من الخطأ حينما ذهب مغاضبا لقومه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله جل وعلا فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذنون دعوة أخي ذنون وذنون معناه صاحب الحوت كما في الآية الأخرى فالنون هو الحوت ما دعا بها مسلم إلا استجاب الله له دعوة أخي ذنون ما دعا بها ما دعا بها مكروب إلا فرج الله له سبحانه وتعالى نعم أحسن الله لكم فضيلة الشيخ هذا السائل أبو عامر يقول لماذا بعض الناس جرى على ألسنتهم صبرت عليك صبر أيوب لماذا قرن الصبر بأيوب لأن أيوب ابتلي بالمرض ابتلي بالمرض وكانت زوجته تخدمه ثم إنه غضب عليها فذهبت عنه أحين إذن دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله له وكشف ما به من الضر وآتاه أهله ومثلهم معهم نعم بارك الله فيكم الأخ السائل يستفسر عن كتاب الإصابة بتمييز الصحابة يا شيخ الإصابة بأسماء الصحابة لابن حجر لابن حجر لابن حجر رحمه الله المحدث المشهور لابن حجر العسقلاني المحدث المشهور صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب حافل بالعلم والخير فهو إمام جليل رحمه الله نعم من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ هذا السائل يقول شخص يكثر على لسانه كثرة الطلاق يقول لزملائه في العمل علي الطلاق أن تأكل معي أن تذهب معي إلى البرية وقد نصحناه يا شيخ فقال لنا بأن هذا من لغو اليمين لا الطلاق جده جد وهزله جد ليس من اللغو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة فالمسلم يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق لأنه كلمة خطيرة وقد يعيش مع امرأة لا تحل له لأنه فارقها بهذا الطلاق الذي يأتي على لسانه نعم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن صيام الست من شوال يقول علي قضاء فبدأت بالست من شوال وعند برودة الجو في الشتاء صمت القضاء لا بأس بذلك أن تصوم الست من شوال لأنها تفوت وأما القضاء فوقته موسع نعم يستفسر في فقرة الله عن الأشهر الحرم ما المقصود بها ومتى تبدأ الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام منذ الحجة هذه الأشهر الحرم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الاستواء على العرش وكذلك شهر رجب هي أربعة منها أربعة حرم ثلاثة سرد وواحد فرد وهو رجب نعم يقول التفسير الواضح في كلمة استواء على العرش ما المراد بالاستواء هنا العلو والارتفاع والاستقرار قال ابن القيم في نونيته ولهم عليها أي استواء على العرش ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد على وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني نعم بارك الله فيكم فقرته الأولى يقول في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من داع فاستجيب له هذا النزول الشيخ كيف يكون مأجورين كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى نثبته ونؤمن به ولكن كيفيته لا نعلمها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فنحن نؤمن به بأن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وهذا حديث متواتر فنؤمن به ونثبت النزول لله عز وجل وأما كيفيته فلا نعلمها الله يعلم الله أعلم بها نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في سنوات ماضية وعوام ماضية عمل عندي شخص وترك بعض الأموال البسيطة يا فضيلة الشيخ لم يأخذها وسافر وانقطع ماذا أعمل بهذا المبلغ البسيط له مع أنني بحثت عنه فلم أجد له حل إذا كنت اجتهدت في البحث عنه وإيصال حقه إليه ولم تتمكن من ذلك فإنك تتصدق تتصدق بهذا المبلغ الذي يستحقه عليك بنية الأجر لصاحبه فإن جاء خيرته إما أن يقبل أن يقبل الثواب والأجر وإما أن يطلب المال فتعطيه حقه ويكون الأجر الصدقة لك نعم يسأل السائل هذا يا شيخ عن كيفية الوصال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم فما حقيقة الوصال في الصوم وما كيفيته الوصال لا يفطر بين اليوم بين الأيام يواصل الصوم بدون إفطار وقد كان صلى الله عليه وسلم يواصل واصل معه أصحابه فنهاهم عن ذلك قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إني ليست كهياتكم إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني ثم ألحوا على ذلك فرخص لهم أن يواصلوا إلى السحر قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر نعم فضيلة الشيخ يقول أنا من فضل الله علي سوم الاثنين والخميس ولكنني لا أتسحر أقوم وأشرب ما وأذهب لصلاة الفجر وأظل صائما حتى موعد الإفطار هذا خلاف السنة يا أخي تسحر قال صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحر بركة لا تترك السحر نعم وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ صالح يقول شخص عنده كثير من الشكوك في زوجته وأولاده وهو يعاني من ذلك فضيلة الشيخ وقد وجهناه وقال هذه الشكوك خارج عن إرادتي يتركها ويستعيد بالله منها إذا أحس بشيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذه الشكوك من الشيطان فإذا استعاذ بالله من هذا الشيطان العدو أعاذه الله عز وجل هل يستدل في الأحاديث الضعيفة في فضاء الأعمال نعم عند بعض العلماء أو جمهور العلماء أنه يستدل بها ما لم يعلم أنها كذب ما لم يعلم أنها كذب يستدل بها على الترغيب والترهيب ولا يؤسس عليها أحكام شرعية نعم أحسن الله إليكم أبو عبد الله يقول سمحت الشيخ صالح حدثونا عن كتاب المنطقة والأحاديث التي وردت فيه وكذلك المؤلف نعم المنطقة كتاب في الحديث لمجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب حافل بالأحاديث أحاديث الأحكام أحاديث الأحكام الشرعية وهو مرجع لأهل العلم نعم مرجع معتمد لأهل العلم نعم بارك الله فيكم في الحديث شيخ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه هو الفهم يعني يرزقه الله فهما في الدين والأحكام الشرعية فهذه علامة الخير أن الله أراد به خيرا نعم بارك الله فيكم هذا الأخ السائل يقول الشيخ صالح من هم الذين خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا وذكروا ذلك في القرآن نعم خلطوا عملا وآخرون اعترفوا اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فهم اعترفوا بذنبهم واستغفروا ربهم فالله يغفر وعدهم بالمغفرة نعم أحسن الله إليكم في الآية الكريمة وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من أمرنا الروح هو القرآن سمى روح لأنه تحيى به القلوب تحيى به القلوب فهو روح نعم وهو نور وهو حق وهدى نعم ورد يا شيخ أن أول ما يحاسب عليه المرء هو الصلاة لماذا خصة الصلاة يقول أول ما يحاسب عليه العبد من عمله من عمله نعم الصلاة يقول لماذا خصة الصلاة من بين سأل لأنها عمود الإسلام ومن حافظ عليها كان محافظا على ما سواها من باب أولى ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع قال الله جل وعلا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ نعم ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفسراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء دائما نذكر من خلال الأسئلة التي تريدنا تأتينا أسئلة طويلة لا نستطيع الحقيقة أن نلخصها في هذا البرنامج لأن وقت البرنامج محدود دائما نذكركم بالأسئلة المختصرة والمفيدة وهناك أسئلة كثيرة نرجو أن تكون مناسبة في إرسالها مأجورين الشيخ الذي يموت وله أبناء ثلاثة هل يشفعون له وماذا ورد في ذلك نعم إذا ماتوا وهم صغار يشفعون له كما في الحديث نعم أحسن الله إليكم يقول بأن لديه مكتبة كبيرة تضم أمهات الكتب وتقدر بألاف الكتب شيخ يقول أنا الآن كبرت ولا أقرأ من هذه فقد جمعتها في صغري هل عليها زكاة؟ كتب؟ نعم كتب ونوعة ينويها للبيع ولا للإقتناء؟ لا للإقتناء هي في منزله ما فيها زكاة إلا إن كان ينويها للبيع نعم بارك الله فيكم أيضا له الفقرة الثانية عن زكاة عسل النحل هل فيه زكاة؟ فيه خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم أنه فيه زكاة العشر في عاشر قرى قراب قربة يعني العشر نعم من الأسئلة التي وردت في هذا يا فضيلة الشيخ يقول بأنني صاحب شاحنة وأذهب للدمام وأرجع أذهب إلى جدة وأرجع ولكنني أقصر وأجمع من خلال تلك الأيام في سفري لا بأس بذلك أنت أولى بالرخصة من الذين سفرهم قليل لأن المشقة عليك أكثر فأنت أولى بالرخصة والحمد لله نعم يقول الشيخ في حديث من نام عن صلاة أو نسيها صلاها متى ذكر نعم من نسي صلاة أو نام عنها نعم فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب قضاء الفريضة إذا نام عنها واستيقظها إنه يبادل بصلاتها في أي وقت كان وكذلك إذا نسيها ثم ذكرها إنه يبادل بأدائها في أي وقت كان نعم فضيلة الشيخ إخراج زكاة الفطر نقودا يا شيخ يقول كل سنة أنا أخرجها لا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أنه أمر أن تخرج من هذه الخمسة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعقط تخرج منها ولا تخرج نقودا ولا تجزي نقودا تقول السائلة هل تبرى ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها بالصاع صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من عقط أو صاع من زبيب قدرها بالصاع فلا تخرج نقودا النقود كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها نقودا وإنما أمر بها من الطعام وقدرها بالصاع نعم يقولون يا شيخ بأن النقود في وقتنا الحاضر أنفع لأن البيوت فيها أطعم ما هو بالدين تلاعب تفسر على ما تريد لا النص يقدم النص قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام على هذه الأصناف الخمسة وقدرها بالصاع ولأن يوم العيد ما فيه عمل والفقر منين يأكلون فالرسول صلى الله عليه وسلم قدرها لهم لأجل أن العمال معطلة في هذا اليوم وهم فقراء فتسد حاجتهم نعم يقول أغنوهم عن السؤال نعم بارك الله فيكم الشيخ أحكام متعلقة بالمسعى للخفين تخفى على كثير من الناس الشيخ خصوصا في أيام الشتاء والأمطار نعم يشترط أن يكون ساترين للرجلين ساترين للرجلين لا يرى من ورائهم الجلد وأن يلبسهما على طهارة أن يلبسهما على طهارة وله المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها نعم بارك الله فيكم هذا يسأل يا شيخ عن الإمام السيوطي وما هي الكتب التي ألفها مأجورين في التفسير والحديث الإمام السيوطي رحمه الله مكثر من التأليف قالوا إن مؤلفاته بلغت ثلاثمائة مجلد رحمه الله فهو إمام متفن في العلم وكتبه نافعة ومفيدة نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل ليلة القدر خاصة برمضان أو أنها تنتقل في السنة خاصة برمضان ولا تنتقل في السنة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ من جهة مرض السكر هل للإنسان أن يفطر في أيام رمضان إذا قال له الطبيب أو يصوم مع الناس احتسابا إذا قرر الطبيب بل قرر ثلاثة طباء ثلاثة طباء مسلمين قرروا أن الصيام يضره إنه يفطر ويقضي من أيام أخرى نعم أخيرا يستفسر هذا السائل عن الآية الكريمة والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الآية واضحة في أن الشمس ليست ثابتة وإنما تجري لمستقر لها وفي قراءة لا مستقرة لها فهي تجري تطلع وتغيب تطلع على قوم وتغيب عن آخرين وهذا شأنها وهي آية عظيمة فيها فوائد للعباد كثيرة وللدواب وللنبات نعم هل ورد يا شيخ في حديث بأن شخص كان يلحق حمامة فسئل قال هذا شيطان يلحق شيطانة لا أعلم شيء من هذا نعم جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج فتاوى شكرا لمعالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله والذي أجاب مشكورا على هذه الأسئلة مستدلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أشكر فريق العمل من الإدارة الدينية ومن المعدين والمخرجين والمصورين أقول لهم احتسبوا الأجر في ذلك كما أشكر زميلي الذي أخرج هذه الحلقة سلطان العتيبي أما أنا فأقول لكم استمروا في طاعة الله فالسعادة كلها في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته